نتحدث عنه أنه لأول مرة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر هذه هي المرة الأولى التي يدخل من خلال معبر كرم أبو سالم التجاري خمسة وأربعين شاحنة أشرفت على دخولها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا وهي محملة بالمساعدات الإغاثية والغذائية وأيضا عبر معبر رفح تم دخول مئة وخمسين شاحنة محملة ما بين مواد غذائية وطبية وأيضا وقود من بين هذه الشاحنات أربع شاحنات محملة بالسولار وشاحنتين محملة بغاز الطهي حتى هذه اللحظة نتحدث عن مئة وخمسين من ناحية معبر رفح البري وخمسة وأربعين من ناحية معبر كرم أبو سالم وهذه هي المرة الأولى قبل الحرب كان ما يدخل أو مجموع ما يدخل من الشاحنات إلى قطاع غزة نحو خمسمائة شاحنة ربما خلال الأيام القادمة ستكون هناك زيادة في أعداد هذه الشاحنات ذلك سيدفع لتحسين الأوضاع هنا في قطاع غزة على صعيد النازحين الذين يتواجدون في هذه المدينة بأكثر من مليون ومئتي ألف نسمة ويزداد تزداد أعدادهم في كل دقيقة يأمل الفلسطينيون هنا أن تعود الشاحنات للدخول مجددا كما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر من أجل التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية هنا وأن يعمل التجار على إدخال بضائعهم والمواد الغذائية والتموينية لتصل إلى كافة المحال التجارية لكن هل ستستمر إسرائيل في إدخال هذا المواد من خلال هذا المعبر أم لا الأيام القادمة هي الكفيلة بمعرفة هذه التفاصيل أو زيادتها الأيام القادمة ستكشف هذه التفاصيل يعني هو واضح أن المساعدات التي تدخل حتى اليوم هي قليلة جدا نسبة للطلب وما يحتاجه النازحون رفح هي من المناطق المكتظة اليوم نظرا لتواجد أكبر عدد من النازحين بها لكنها نوعا ما تعتبر أقرب نقطة قريبة من النقطة التي تدخل منها هذه المساعدات أين العثرة؟ هل هي في المجمل المساعدات لا تكفي مثلا من هم متواجدون في رفح؟ أم أن هذا يرجع لأسباب أخرى؟ يعني بالفعل ما يدخل إلى قطاع غزة من شاحنات محملة بالمواد الغذائية وكالة أوثوة تشرييل جنال أونر والتي تشرف على دخولها وتوزيعها تقول بأنها عبارة عن فتات ومن أجل حل هذه الأزمة يجب دخول الشاحنات بشكل أكبر وبأعداد وبكميات أكبر مما هي عليه الآن الشاحنات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم الجيش الإسرائيلي يخضعها للتفتيش والتفتيش الدقيق وهو من يحدد طبيعة المواد التي تدخل إلى قطاع غزة بمعنى هو الذي يتحكم بما سيدخل إلى قطاع غزة من مواد غذائية وتموينية وبذلك تبقى معاناة النازحين هنا قائمة إلى حين ازدياد أعداد الشاحنات بشكل كبير المكتب الإعلامي الحكومي كان قد صرح بأن ألف شاحنة يوميا يجب أن تدخل إلى القطاع من أجل التخفيف من حدة الظروف الإنسانية حتى هذه اللحظة الأكثر من نصف مليون أو من نحو أكثر من مليون لم يستلموا مساعدات غذائية بالمطلق لأن ما يدخل مئة شاحنة جزء بسيط منها هو محمل بالمواد الغذائية والتموينية بمعنى أن بعض مراكز الإيواء التابعة للوكالة غوثة تشغيل لجنان وهي من استلمت هذه المساعدات من يتواجدون في مؤسسات الحكومية والمدارس الحكومية وفي الشوارع وفي الطرقات وممن نزحوا في منطقة المواصي وممن يتواجدون في العراء لم يستلموا أي مساعدة غذائية بالمطلق فهذا ما زاد من العبء والمعاناة الإنسانية هنا ربما خلال اليوم القادمة نشهد زيادة كبيرة في دخول هذه الشاحنات وهذا ما يتطلع له السكان هنا من أجل التخفيف من هذا الوضع السيء شكرا جزيلا لك محمد الدعور مراسلنا كنت معنا من رفح شكرا جزيلا لك